مرض الوسواس القهري مرض الوسواس القهري من اسمه عادة المريض يجد نفسه مجبر على القيام بسلوك بشكل تكراري رغم أنه يعرف أنه هذا ما له حاجة وغير منطقي مثلا سواء تكرار غسل الأيدي لعداء حتى أحيانا يستغرق عند البعض لساعة أو أكثر يعني تكرار الوضوء لمرات كثيرة إغلاق مثلا باب السيارة أو باب المنزل مثلا المريض يستيقظ من نومه أكثر من مرة يتأكد أنه الباب مغلق رغم أنه متأكد أنه أغلقه أو جرة الغاز فبالتالي هذا يسبب معاناة كبيرة للمريض وممكن يأثر على على حياته السهل الكثير من وقته طبعا الوسواس هو يأتي على أشكال كثيرة منها وسواس الترتيب أنه الشخص لا يستطيع أن يجلس بمكان إذا كان إذا غيرنا مثلا كرسي من محله يعني يشعر بطراب كبير إذا ما عاد هذا الكرسي إلى محله أو إذا كانت الأمور مصفوفة بشكل منسق جدا نشوف أنه سيدة المنزل تضطرب إذا أحد أفراد الأسرة غير محل شغلة من مكان لما كانوا مرتبين بنفس الطريقة فهذا ليس سهلك جهد كبير وغالبا مريض الوسواس لأنه يعرف أن هذا الأمر ما نومنطقي وأحيانا يخجل من المكاشفة أو الشك أو اللجوء للطبيب عادة ما يصابوا باكتئاب خسم كبير 70% عادة يدخلوا باكتئاب المريض عادة عندما يدخل باكتئاب حتى يفكر راجع الطبيب النفسي طبعا هناك أحيانا أمور مرافقة للوسواس منها خصوصا بالأيدي أو بعض عضاء الجسد المريض يلجأ للمنظفات القوية الاعتقادة أنه إيده ما نظفت فعادة يشوف إيديه كأنها محروقة أو نتيجة إصابتها بأكزمة شديدة الوسواس قد يأتي على شكل أفكار أفكار عكس اعتقاد المريض مثل أفكار عن الكفر أفكار عن إيذاء قريب مثلا الشخص يجي فكرة أنه ممكن يحمل السكين ويأذي حدا أو يأذي نفسه هو طبعا لا ينفذ هذه الفكرة بس إلحاح هذه الفكرة على ذهنه يسبب له توتر شديد أحيانا تجنب مثل كل شيء بالألات الحادة لأنه مجرد أنه يرى سكين تبدأ هذه الفكرة تلح على ذهنه فبتالي هذا يسبب معاناة شديدة للمريض طبعا أنا برجع طمّن الأهل والشخص اللي عنده أصابة بهذا المرض أنه عادة أنها أفكار هي عكس معتقد المريض والمريض لن يقوم بتنفيذ هذا الفعل بس عدم قدرته على طرد هذه الفكرة من ذهنه تسبب له معاناة شديدة طبعا للأسف أنه غياب المعلومة عن هذا المرض يخلي المريض يتأخر بطلب المساعدة الطبية اللي جعل الطبيب هو الحل الأمثل لعلاج الوسواس القهري العلاج هو يتكون عادة من علاج سلوك معرفي عن طريق بعض التدريبات وأحيانا نعطي معهم بعض الأدوية اللي هي كافية لتخرج المريض من حالة الكآبة حالة هدر الوقت والمعاناة الشديدة طبعا اللي يعاني منها المريض والمحيطين بالمريض عادة أحد أفراد الأسرة الذي لديه وسواس النظافة من سيد المنزل هي عادة يسبب إرباك للجميع لأنه الكل مقادر الصرف براحته بالبيت لأنه هي راح تتوتر إذا أحدها غير شيء من محله أو تعتقد أنه تم تلويث هذا المكان نتيجة لمسه أحيانا يعني لمس البراد أحيانا أو غرض بالبراد هو قد يكون دافع أنه تعيد غسيل كل المكان وتطهير كل محتويات البراد ففينا تخيل حجم المعاناة اللي ممكن يعانى منها المريض والمحيطين بالمريض فبالتالي اللجوء للمساعدة هو الحل الأمثل حتى ما المريض يدفع ثمان معاناة طويلة هو والمحيطين فيه ترجمة نانسي قنقر